أعلنت نرويج أنها تخطط لطرح عدد قياسي من مناطق تنقيب عن الغاز والنفط في القطب الشمالي أمام الشركات للاستكشاف واقترحت الدولة الإسكندنوفية التي تعد من أبرز منتجية الغاز الطبيعي والنفط في أوروبا 92 منطقة تنقيب بينها 78 منطقة في بحر بارتس في أقصى الشمال أما المناطق الأربعة عشر الأخرى فهي في بحر نرويج بالقرب من دائرة الشمالية القطبية وأثرت مقترحات الحكومة بطرح هذا العدد الكبير من المناطق أمام الاستكشاف الغضب في أوساط المنظمات البيئية